بعد أيام من المعارك المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي فشلت مراراً في السيطرة على مدينة ود مدني ذات الهمية الاستراتيجية والواقعة وسط البلاد الجنوبية شرقي الخرطوم إذ بقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على المدينة دون قتال يذكر بعد انسحاب الفرقة الأولى التابعة للجيش من المدينة بصورة مفاجئة وبعيداً عن أسباب الانسحاب المفاجئ لقوات الجيش السوداني والتي ربما سيكشفها تحقيق داخلي أعلن عن فتحه في هذا الصدد فإن لسيطرة قوات الدعم السريع على ود مدني ما لا تتعلق بما تمثله المدينة التي تعد أكبر المدن السودانية بعد الخرطوم من أهمية إذ تربط ولايات شرق السودان مع ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض كما أنها تعد خط إمداد رئيس للجيش فقوات الدعم السريع بقيادة حميدة بسيطرتها على ود مدني قد حصلت بحسب مراقبين على مكاسب عسكرية ستمنحها دفعة معنوية كبيرة تشجعها على التمدد في الولايات الأخرى في الشرق والشمال بينما في المقابل تهتز الثقة في قيادة الجيش السوداني كما أن ذلك التقدم سيضمن لقوات حميدة موقفا تفوضيا أقوى ويمنحها القدرة على التمسك بدور عسكري وسياسي في مرحلة ما بعد وقف الحرب كونها قوة لا يمكن تجاوزها في المعادلة السياسية الأزمة في السودان إذن تراوح مكانها ولا يبدو لنفقها آخر فضلا عن أن يكون في هذا الآخر ضوء والمواقف الدولية لا تتجاوز الإعراب عن القلق أو التأكيد على أهمية الحوار والتفاوض بين المتصارعين لإنهاء القتال في حين تتفاقم معاناة السودانيين يوما بعد آخر وتزحف وراءهم نيران الحرب أينما نزحوا وكأن قوة ما خفية أو ربما ليست كذلك تريد للسودان كما لغيره من أكثر بلدان المنطقة أن يظل رهينا للصراعات والفوضى